أغلبنا سمع عن مصطلح لعنة الفرعن اللي كان يردد المصريون القدامة لكن مصطلح لعنة الفراسة شوي غريب شويتين تستكراه الأذن والبعض بكما يتقبله هذا المصطلح منتشر ومعروف ومشهور عند أهل الفراسة الحديثة وخبرائها ويفهم حيل من تعمق في ورش الفراسة الحديثة وجرب خدماتها حقيقة اللي تعلم الفراسة الحديثة كثير ومن دول شتى ومن أعمار مختلفة لذلك المتعلم للفراسة الحديثة ووصل إلى أعماق أسرارها يصل إلى كشف الشخصية بدرجة مخيفة جداً ومعرفة خباياها وهذا الأمر ممكن ما يصدقها المتابعين لحساباتنا في السوشال ميديا أو من يسمع كلامي الآن لأول مرة لكن من جرب يعرف دقة كلامي طيب إيش المقصود باللعنة الفراسة؟ كلنا نعرف أن الفراسة هي أداة ووسيلة للعبادة والإصلاح وخدمة الناس ونشر الخير والأصل الأصل أن الفراسة إذا تعلمها الإنسان الأصل أنها تصنع منه شخصية إيجابية قوية شخصية رائعة وإذا كان الشخص صاحب نية سليمة ومقصد طيب وصل إلى التواضع والوراع وأكسبته من التقوى بالمقابل وهنا مربط الفراس لو تعلمها إنسان وكان قوي جداً معلوماتياً بس في خبايا الناس وكشف الشخصيات وفهمها معانية فاسدة ومقصد سيئة فيكون له هذا العلم وهذه الفراسة مثل النار التي بدلاً من أن تنير لها طريق إلى درب الخير تحرق ثيابة بل تحرقها بالكامل كيف تحرقها؟ أنا ذات مرتفعة ونرجسية وخباثة وتعالي على الناس واستغلال فتكون أصابته لعنة الفراسة فطردته من الإيجابية والخيرية إلى السلبية والخباثة لذلك الفراسة واتقوا الله ويعلمكم الله